بائع دجاج بخيل رغم ثرواته الكبيرة فكان لا ينفق على أخته الأرملات الفقيرة ولا يتصدق على أحد وكان هذا ما يحزن ابنه الجامعي خيري الذي ترجاه كثيرا بالإنفاق والعمل لآخرته ولكن الأب كان لا يهتم بحديثه وفي أحد الأيام كان خيري يركب سيارة ميكروباس للذهاب إلى الجامعة وكان العدد ينقص راكبا فظل السائق مدة حتى أتى رجل كبير السن فقير وراكب ليكمل العدد وعندما طلب السائق جمع الأجرة قال الرجل الفقير ليس معي أجرة أرجو أن يدفع لي أحدكم لم يرد أحد عليه وبعد جمع الأجرة وإعطائها للسائق وجد الأجرة مضاعفة فضحك وقال من الممكن أن أجد أجرة راكب أو راكبين زيادة ولكن أجد ثلاث عشرة أجرة زيادة فهذا لم يحدث أبدا عرف خيري أن كل من بالسيارة دفع أجرة رجل كما دفعها هو أيضا وأن أحدا لم يتحدث حتى لا يضيع ثوابه وكانت المفاجأة عندما قال السائق ولماذا لا أحصل على ثواب مثلكم ثم أعطى الرجل الفقير كل الأجرة الزيادة وأضاف عليها أجرة منه دون أن يخبر أحدا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الذين سيستضلون في عرش الرحمن يوم القيامة من حرارة الشمس ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه عاد خيري إلى دكان أبيه وقص عليه ما حدث في السيارة وعن تصدق الجميع للفقير ثم قال له أنت تمسك بالدجاج من القفص لتذبحه وتبيعه وعندما تدخل يدك في القفص يهرب الدجاج ويبتعد إلى الداخل فيكون بحالة فزع وعندما تأخذ من حق عليها الذبح يعود الدجاج إلى وضعه الطبيعي يأكل ويشرب وتتكرر هذه العملية باستمرار ويبقى الدجاج بين حالتين الأولى فزع من الذبح والهروب والثانية نسيان وأكل وشرب وفي آخر النهار سيكون القفص مفرغ بالكامل من الدجاج ولا يبقى إلا الأثر فخذ العبرة يا أبي مما يحدث بين الدجاج الذي تبيعه فكلنا سيموت ولن يبقى لنا في الآخرة إلا عملنا وصدقتنا فتأثر الأب كثيرا واحتضر ابنه ووعده بالتصدق والعمل للآخرة وبعد توبته تكفل بأخته الأرملة وأبنائها وأصبح سخيا لا يترك محتاجا إلا ساعده ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إسراء زوجة صالحة تربي ابنيها تربية إسلامية حتى أن ابنها الأكبر أسامة اقترب من حفظ القرآن كاملة وكذلك ابنتها الصورة فاطمة في أحد الأيام جاءها أسامة غاضبا وقال لها كيف تقولين يا أمي أن من تزاول الرقص وتكشف جسدها لن يوفقها الله في الدنيا وسيدخرها النار إن لم تتب وقد جلست أنا وأختي مع أبي ليلة أمس أمام التلفاز وسامعت راقصة تقول أن سبب نجاحها في الرقص توفيق من الله كيف يوفق الله العاصي حزنت إسراء في بادئ الأمر لحدوث ما كانت تخشاه دائما وهو تأثير زوجها غير الملتزم على أفكار ابنيها ثم انتبهت وابتسمت وقالت لابنها أنت تحفظ صورة الكهف وفيها قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فبعض الناس يعصون الله ويظنون أنهم على هدى واستقامة مثل التي شاهدتها والله يا بني لا يوفقنا عندما نعصيه وإنما يسهل علينا الأمر في المعصية التي نسعى إليها بعد أن وضع لنا طريقين الأول صعب ولكنه يؤدي إلى الجنة وفيه تقضي وقتك بين الصلاة والعبادة والبر وغير ذلك أما الطريق الثاني فهو سهل ولكنه يؤدي إلى النار وبه سعادة زائفة تأتي بترك العبادات وعمل المعاصي كالرقص والسرقة والكذب وكسب المال الحرام وغير ذلك من الأمور التي نبهنا الله بتركها فأي الطريقين ستسلك؟ احتضن أسامى أمه وقال طريق الجنة لأني أحب أن أرى الله وأكون بجانب رسوله في هذه اللحظة عاد الأب من عمله وقبل أن يشعل التلفاز فوجئ وزوجته بابنتهما فاطمة تخرج من حجرة أمها وقد تزينت وارتدت فستانا قصيرا وأخذ الترقص وتتميل بطريقة سيئة وتقول لأبيها ألست أفضل من الراقصة التي تشاهدها كل ليلة يا أبي؟ غضبت الأم وأوقفت ابنتها ومسحت وجهها كما حزن الأب ونظر للأرض خجلا ثم أقسم لزوجته بأنه سيتوب إلى الله ويلتزم حتى يبارك الله في ابنيهما أغلى ما له في الحياة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما جاء في موسوعة القصص الواقعية أن أحد الصالحين كان له أخ في الله وكان من الأتقياء